اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد الفقرة الاخيرة معنا فقرة شباب الدكتور محمود مهدي عامل مبادرة على السوشيال ميديا بيخدم بيها اصحابه و بيخدم بيها زميله من كلية الطب و بيخدمنا احنا كمان كجمهور اذا حابين يتعرف على المعلومات الطبية عامل مبادرة اسمها فكرة وببساطة او فكرة بيبسط فيها المحتوى الطبي خلينا نرحب بالدكتور محمود مهدي طالب في كلية طب عين شمس اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك محتاجين نتعرف منين بدأت الفكرة وكان ايه البواعث والدوافع عليها انا عاوز اقول ان انا في سنة الرابعة طب عين شمس السنة دي و انا في سنة تانية كنت بمتحنات اخر السنة كنت بذكر المادة انا كنت المادة دي بحبها جدا يعني بذكرها طول السنة كويس الحمد لله فجيت في اخر السنة كده قبل الفاينل فبقول المادة دي ممكن تتشرح بطريقة كويسة يعني حاسس ان انا الحمد لله فهمها كويس فانا ممكن اشرح طب اشرحها ازاي غالبا فيديوهات يعني ليه فيديوهات لان التفاعل في الفيديو يكون كويس بيعتمد على السمع والنظر والبصر يعني وفيه تفاعل كمان اقدر ارسل مثلا او ريهم صور او حاجة فليلا فبتعرف تكسر الملل اللي ممكن يحصل اه ففعلا خلصت انت حنات سنة تانية على طول الحمد لله وكلمت كذا حد من صحابي ايه رأيك في الفكرة تابع انا اصلا كطالب فيه ناس هتسمعني ولا لأ فيه ناس هتقلق مني كده لقيت الحمد لله ناس كتير بتشجعني خلاص بدأت في اجازة سنة تانية وانا قبل ما ادخل سنة تالتة يعني بدأت ايه قررت ان انا اصور يعني فيديوهات تمام بدأت اذاكر وبعدين جات بقى معضلة ان انا اصور ازاي فدي كانت مشكلة شوية ان انا طب اصور فين طب اصور ازاي طب اصور بايه الكلام ده كله وبعدين الموضوع بقى بسيط يعني جبت سيلفي ستيك وموبايل وعندي في البيت وصبورة وبصورت الحمد لله فالفيديوهات كملت سنة كاملة الحمد لله شرحت منهج سنة سنة اولى احنا عندنا المادة اللي انا مش راح اديهم مقسوم على سنتين طيب خليني بس اسألك في حتة ان انت شرحت وانت طالب في كله طب طبعا شرحت المواد اللي انت درستها واستوعبتها من اسات ذاتك هل حد من الاسات زى مثلا شافل الشرح بتاعك اتأكد من دقة المعلومات اتأكد من ان انت فاهم المعلومة كويس قوي وبتوصلها بس ببساطة هو انا اصلا وانا لسه بذكر في الاجازة كنت كلمت دكتورة في قسم الفيسيولوجي اللي هي المادة اللي انا بشرحها تمام قالتلي دكتور انا عاوز اعمل كذا كذا رحبت جدا بالفكرة وقيتلي تمام تعال في اي وقت فانا بقيت بروح لها يعني على فترات اللي هو لو عاوز اسأل في حاجة معينة في حاجة مثلا مش فاهمها او كده ولما نزلت اول فيديو بعتهولها وهي شافيته كانت بتقول طريقة شرحة كويسة جدا تمام وكنت يعني او ما زلت كمان على اتصال بيها حتى الان يعني طيب لما الشباب انا بس الاول عايز اقول لك انه سيدنا الحسن بيقول علموا الناس علمكم تمام وتعلموا علم الناس فاذا علمتموهم علمكم اتقنتم ما علمتم صح جدا وتعلموا منهم فتضيفون الى ما علمتم علما جديدا تمام فاللي انت بتعمله طبعا اكيد هيفيدك كطالب اكيد واكيد ان شاء الله وما زلت بتذاكر وبتلاجع وانت لسه طالب يعني لكن عايز اقول لك الطلب لما بتحاولوا يتفاعلوا معك بقى يسألوك في اسئلة حاجة وقفت فيهم وحاجة من الشرح بتاعك غلط او صح عايز تأكد ان اللي فيهمه ده صح ولا غلط بيتواصل معك ازاي هو انا اول ما بدأت يعني كنت بنزل على جروب الدفع يعني كل دفع عليها جروب على الفيسبوك تمام فانا بنزل بوستوز على الجروب الدفع وهم بيسألوني بقى على الماسنجر يعني لو عاوزين حاجة يسألوني فيها وبعد كده عملت الشانل على التليجرام وبعد كده بقوا ممكن سأله على الكومنتس على يوتيوب نفسه تمام فممكن يتواصل بقى اي طريقة يعني في واتساب في ماسنجر وانت بقى تديرهم وقت اه يعني انا حاطط من وقتي جزء لموضوع الفيديوهات والاسئلة والشرح والكلام ففي وقت فمثبت امورك يعني الحمد لله طيب خليني اروح بقى لحتة انه الشباب اللي زي حضرتك كتير في الكلية فكروا بنفس الطريقة ولا بفكروش يعني بفكروا يخدموا زملائهم قيمة العطاء عندهم احساسك انك بتبقى مرتاح قوي انك بتقدم لزمالك حاجة وانت مش محتاج منهم اي حاجة هو الكلية عندنا شوية في كدراسة يعني بتكون مضغوطة وكل واحد بيكون وراه متحانات كتير وكده طبعا اصلا فيه ناس فعلا بتشرح بس احدش بيشرح منها كله الناس بتساعد مثلا في جزء معين قبل متحان معين بتنزل تلخصات احنا ككلية الحمد لله بتساعد بعضها كتير وده شيء كويس عندنا كويس بس ما فيش حد تولى منهج من اوله لاخره كده عشان الموضوع الكبير قوي يعني فلا الفكرة موجودة يعني بس الموضوع كله في تنظيم الوقت والمجهود نفسه فكرني بالدكتور حسام موافي ربنا يديله الصحة كان يوم الجمعة ده بيخصصوا للطلبة طبعا الكلام ده من 30-40 سنة يعني دكتور موافي اه انا عرف دكتور موافي اه كان هو اكبر استاذ دكتور في تخصصه يعني فكان بيخصص يوم الجمعة ويروح للطلبة في كلية الطب ويديه محاضرات مجانية بارح كنا في السيرة يعني فالرجل بيسيب شغله بيسيب يوم ممكن يستفيد به في عياته او يعودوا مع أسرته لانه طبعا انتوا مسهمين طول الاسبوع خاصة لما يكون قيمة زي الدكتور حسام فينزل للطلبة ويشرح لهم مجانا مش عايز منهم اي حاجة هو الموضوع كله يعني لو انت حطيت حاجة من أولوياتك فبتلتزم بالحاجة دي اي ان كان بقى لوراك يعني انا وراه متحناية وراه مذاكرة وكده ووراها حاجات تانية غير انا بيلفت نظري طبعا عشان ده محتوى طبي انا مش عارف انا استفيد منه ولا مستفيدش بس بيلفت نظري انه في قيمة عطاء ودي حاجة كويسة قوي احنا مفتقدينها في حياتنا هو يعني زي مولو حضرتك الحمد لله يعني احنا كطلب الطب انا بقول ان احنا كطلبة بنساعد بعض كتير انا في ناس اكبر مني بتساعدني انا باعتمد على فيديوهات ناس اكبر مني والحمد لله الفكرة موجودة يعني موضوع العطاء وان احنا نبزل وقت وموجودة عشان نساعد غيرنا ده موجودة عندنا في كلها الحمد لله فالفكرة كلها ان بس تحد يشرق منها الكامل على مدار السنة ده اللي صعب او ده اللي محتاجين بقى بقى يكون موجود كهير يعني انا بس عزي اقول حاجة انها السنة اللي فاتت كنت الوحدي في الشانل لقناة على اليوتيوب السنة دي انا معايا واحدة زملتي بتشرح مادة تانية لطلبة السنة اولى انا السنة دي بشرح لسنة تانية كنت السنة لفاية تقلصت السنة اولى خلاص بتترقق بقى خلصت يعني المنج موجود خلاص فبدأت تشرح لسنة تانية وهي بدأت تشرح مادة تانية اصلة للسنة اولى وبدأ معاهم برضو من الاول وان شاء الله انها ويتكمل منهج كله بازن الله تمام ربنا رب يكرمكم وفاقكم الشباب بقى اللي عنده في الكليات التانية حاب يقدم محتوى عنده الفكرة بس مش عاوز يبدأ تنصحوا بايه؟ والله انا دايما اي حد بيجي يكلمني في الموضوع ده اللي هو انا عاوز اشرح حاجة معينة اقول له بس انت لو متمكن من الحاجة دي وشايف انك تقدر تشرحها بطريقة كويسة ومبسطة وهتضيف علي موجود اهم حاجة ان يكون فيه اضافة يعني مش بتكرر او مش بتقلد فيه فكر مميز او فيه اسلوب مميز في شرحك فابدأ على طول فعلا ابدأ وبعد كده البداية هتجيب بقية الشغل بس لازم تكون هضم كويس لازم تكون عندك استعدادة انك تذاكر المادة دي كويس وتشرحها بطريقة فيها اضافة للي موجود لان اكيد المادة فيه ناس تانية بتشرحها لو انت هتضيف اسلوب جديد او طريقة جديدة وشاف انها فعلا اه هتبسط بطريقة تانية في وقت مثلا قليل او بطريقة مختلفة فابدأ على طول والبداية هي اللي هتحمسك انك تكمل اصلا يعني انت لما تشوف انجاز قدامك وناس بتتبعك وناس بتقول لك والله انا استفدت هتكمل يعني اصلا كنت بادئ اخري مثلا شابتر شابترين مش مش عامل حساب ان انا هكمل ده كل قوي وبعدين كل شوية هقف الاقي الناس الفيدباك كويس الناس بتقول لي لا اكمل فالانجاز بيجيب انجاز طب انا عايز اسألك بقى سؤال ملح جدا وهو المقارنة بين المواد اللي انتو بتدرسوها كطلبة في اولى وفتانية اللي انت حارك بتشرحها وما بين نفس المواد في الكليات اللي بره يعني في الدول المتقدمة في الطب شوية زي كندا او بريطانيا او في امريكا ما بتعملش مقارنة مثلا انه تجيب اضافات تتعب شوية اه انا انا اصلا بحضر ازاي يعني بذاكر ازاي اصلا احنا كده كده عندنا كتب انا بذاكر الكتاب بس طبعا انت يعني انت كطالب داخل وتمتحن على المادة زي ما حضرتك لسا بتقول انت لما بتشرح الحاجة لأ بتضيف لنفسك اكتر اصلا عشان بتتوسع في العلم اكتر فانا بجيب الكتاب طبعا اساس في الاول وبعد كده بسمع بقى فيديوهات لناس اجانب ناس مصريين باشوف تكست بوكس اللي هي مراجع باشوف حاجة مواقع مثلا تانية فلا انا بجيب من حاجات كتيرة بس متا يعني بالنسبة للطب هو المنهج غالبا بيكون واحد الطب واحد يعني في العالم كله ما فيهوش اختلاف الفكرة كلها في مين بيركز على ايه بالزبط ده بشكل اساسي يعني فانا مثلا فيه جزئية مش عارف مش فهمها مثلا او اعاوز ازود معلومات فيها بسمع فيديوهات باشوف مواقع على النت بريفرانسيس طبعا اللي هيما راجعتكم طبعا اه 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 سقط فيديوهات من الناس مصرين فيه ده كاترة مصرين هنا مشهورين جدا وكويسين جدا فلا انا بزود اكيد معلوماتي عشان يعني مش العلم اللي انا اخدت هو بس بيكون كافي قوي في معظم الحاجات طيب قبل ما اسأل عمو باقدر اتفكر الجمهوري العادي بيستفيد منك ازاي يعني مش الجمهوري متخصص من طلب الطب انا انا كمحمود حتى الان اه مش نيتي يعني نيتي ان انا خلص انا طبعا اقول له حضارك يعني النية اصلا اولية انا عملت الشانل وزاي كبرتها انا انا هدفي ان يكون فيه محتوى طبي بيشرح المنهة الكامل باللغة العربية عشان احنا معظم الفيديوهات بتكون الناس اجنبية بطريقة مبسطة في وفاقته قليل ده هدفي اصلا من القناة حتى دايما اكتوب في الدسكريبشن بتاع القناة اصلا فانا هدفي الاول يعني على قد ما اقدر ان شاء الله نحاول ان نخلص مواد طب يعني انا جبت حد تاني يشرح مادة تانية اللي هي بايكيمستري او كيميا الحيوية ناو ان شاء الله سانا كمان مسلا نجيب حد يشرح مادة كمان لو كفينا مواد طب بإذن الله يعني ممكن نبدأ نتوسع في حاجة تانية لكن حتى الآن لأ الهدف بتاعنا طلب الطب مش مش عاوز ده انشور ثقافة عامة دلوقتي توعية الكلام ده كل لا فيه ناس اريد فيه ناس تانية بتعمل كده يعني بحييك والله على التحديد الدقيق للهدف بتاعك اه عشان نوصله يعني عشان ما يكونش الموضوع عايم وفي الاخر مش ها حاجة منه يعني بالظبط الدقة والتحديد طبعا مطلوبين عايز اسألك عن فكرة مبادرة فكر اه فكرة اه طمع ايه بقى مبادرة فكرة ومحتواها فكرة هو نشاط طلابي في كلية طب عن شمس بقى لها 13 سنة بدئين من سنة 2005 الفكرة بدأت ان احنا كطلب الطب بنكون مشغولين او بالدراسة بنطلع يعني منعكفين على الكتب قوي المهارات الشخصية مش بتكون موجودة قوي يعني انت مهارات التواصل مع ناس او كده في سوق العمل بقى لما تنزل المستشفى وكده بتكون قلالة عندك بتكون فيه صدامية بقى شوية بتكون فيه صدامية اه كتير يعني فجات من هنا فكرة القسرة يعني انهم يعملوا حاجة برا الدراسة عن طريق مشاريع الرؤية بتاعتنا ان احنا نطلع طالب طب قارئ مصقف مبدع فنان محب للخير ومؤمن بالمشاركة كل حاجة من دول ليهم مشروع يعني احنا بنعمل مشروع اسمه معرض الكتاب ده عندنا في الكلية بنجيب كتب وكتب بتكون يعني على النصاق واسع جدا في الكلية بنعمل حملات توعية بنعمل قافلة طبية قافلة هو مشروع كبير لأسرة بتعمله كل سنة دي قافلة طبية مجانية بتطلع في قارئة من كرة السعيد الفقيرة بتقدم لها خدمة طبية من أول تعالص الحياة لحد العلاج ده كله مجانا بعد كترة متخصصين من الكلية متخصصين طبعا ده كله مجانا انا باشكر حضرتك جدا دكتور محمود وتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نشوفكم حاجة كبيرة شرفتنا في طريق الحياة شكرا جدا في طريق الحياة باشكر حضرتكم ونلقاكم ان شاء الله في لقاء جديد على أمل بلقاء يكون كل فائدة وعلم وتجديد في طريق الحياة السلام الله عليكم ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة